طيب يعني نروح بقى الاسمه ايه؟ طباظة ايه الاسم ده؟ هو ده بقى سر عم حسن الإناوي هو بقى اللي بيطلع لنا بالأسامي ده المصحع اللحجة الصعيدة هو اللي بنقوله بقى ندور عنده على الأسامي دي أسامي حقيقية حقيقية؟ هو بقى حسن كمان ومش باس مصحح هو كمان يعني بيكاريت مؤلف لينا يعني بيزودنا كلام بيخش كريات كلام زي ايه فالول ايه؟ ايه فالاور ايه فالاور ايه فالاور الفالاورز ايه؟ فلاور 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 فهو بيخش يقول لنا او يقوله اساس ميكيا او لكل الشخصيات واحنا نقول له نفسي يقول هناك كلمة بديلة بالصعيدي فقول لي ايه رأيك في كذا؟ فهو اقترح عليه اسم يعني بيوضيف إضافاته الصعيدية يعني طب اذا يعني انت بقى دلوقتي انتم ثلاثة واصدقاء او كنتم اصدقائي بنحاول نحاصل روحتوا عملتوا اوديشن على العترة وبعدين العترة راح منكو خلاص راح للتالت انت بقى دلوقتي فيه واحد خد نفادي وغمز وهو غالبا غمز للم شكرا انا انا كانت حقا غمز كده وخلص يا انت بقى انت بقى كان وضعك يا لا احنا احنا بعد ما روحنا الكاستنج في الاول وبعدين لقيت كمان اسبوع كده ما حدش كلمني فتمام جماعة اوكي ان شاء الله عملتاني باسني بس فلا يعني بس اي مشروع انا انتم ثلاثة اصلا يعني خارجين ايه بتمثلوا من وينتوا يعني او انا كان شغري هو المسرح وانا خارجت جارة جماعة القاهرة اصلا انا الجراعين شمس برضو بس بفريق التمثيل نعلم مصر حاجة وحيد اللي مؤسس يا جامعة وحيد اللي عندو تأسيس عارف مفاتيح مين بقى جابلك؟ عارفت منين انت خط دور تواضع كان انا استغرادنا عليه واحنا هناك انا كنت مفروض ان انا جاي على الدور بتاع اللي هو القهواجي بتاع المزاريطة انه هو صاحب القهواج بتاع المزاريطة فبس فبعد كده كان أستاذ بقى يعني أستاذ خيري المخرج المنفس كلمني وقال لي أنت إيه معنا في الكبير بس أنا هو رعب طبعا يعني هو الفكرة أن هم يعني هو الموضوع فعلا أن الواحد من زمان الكبير ده من أول سيزن لي الواحد بيتفرج عليه ومتابقة جدا ومن جمهوره وكده ففكرة أن الواحد يبقى جزء منه ده موضوع مخيف جدا وبعدين إحنا كاركتورات جديدة فهل الناس هتتقبل مش هتتقبل آه طبعا يبقى الواحد بيبقى بواصق في يعني يعني أنا عمتا بالنسبة لي يعني بواصق في أستاذ أحمد جدا جدا لما هو بيبقى يعني هو بيبقى يعني هو بيبقى وهم نبقى جروح معد فنو مصرحية فنو مصرحية مين الاخترع المع النوى دي اللي في الآخر لا ده كان شغمه هنا كان ما أنا سألته أستاذ أحمد قلت له وأنا دلوقتي فيه كاركتور لأنا كنت ده كان شخص أعرفه يعني هو كان شخص صعيدي هاي آه هم في بلاد منهم معينة فآخر الكلام بينطق الحاجة مثلا إيه حرام عليع أسطر عليع أبو سئنيع فهي بتحسي إن هي فيه فيه فأنا حسدها هتبقى لائقة على الكاركتور الأهواجي اللي هو زي مثلا من سكة أيوة جايع اعمل له شايع حاجات كده فكل حاجة بقت بنوناوة كده في اللوكيشن كان بيقوله ساوند سبيير أنا فجأة لقيت اللوكيشن كله بقى ماشي مع دي فلاك الرد الفعلي حلو جدا بس فهي لما قريت بالكاركتور ده فعجب أستاذ أحمد وستاذ أحمد ميكي برضو بس فابتديني بقى نشتغل على الكاركتور إن هو زي ما كده حتى أستاذ أحمد ميكي في الأول إن شاء قال إنت عمل زي القطة بتناونا وليه كده فهو رامع على فكرة ده القطة فاتثبتت إن أنا ده عندي ده القطة أستاذ جندي يعني جبت منين يعني لما عرض عليك النوناوة دي أو الصوت ده حسيت إنه لايق على لا هو الفكرة يعني زي ما قال الحاتف كده في الأول إحنا بنجرب طب تعالي نقولها في مشهد ونشوف هي رد فعليها ما بيننا إحنا على القلب هيبقى عامل إزاي وهي هاي اللازمة تنفع تبقى طويلة ولا لأ لأن هي فكرة اللازمة الطويلة دي بشكل عام مقلقة لأن هي يا جون ما فيهاش يعني يا ديحتي يا استذراف ما فيهاش في النص فبتبقى مرعبة فلو يعني لما بنشوفها ونشوف رد فعليها مع الموجودين يعني أنا بقعد وأنا بيتفرج على المشهد في حاجات شبه كده بقيس من الناس اللي موجودة في اللوكاية إنت بتضحك؟ لأ لأ خالص خالص ما عرفش ليه ليه طب بتحسي طب ازاي بتعرف اللي أموتحك كلنا بنترى الأصل لو أنت ما تحكتش دول هيقلقوا بس الخيال لأ ده كان فيه خناقة بيني وبين ميكي في أول مرة نشتغل فيها مع بعض يعني تقريبا اللي هو كان أول حاجة كنا عملنا دبور إتش دبور فخلص الأول مشهد خلص بنعمله فخلص المشهد فقال لي إيه بطوله تماما فقال لي إيه يعني حلو يا بتقول لأ حلو كويس قال لي طب وده مش رد الفعل بتاع حلو أنا عايزك تشجعني علشان تقول له الله حلو لو وحش هقول لك وحش وهو حلو أنا بعرفش إنت ما بتضحكش لا بحسبها يعني بقى شايف هي حلوة ولا وحش يعني بقى بقى بركز بعد فترة من التحامل بيجي عدل يعني بيجي أستاذ حمد يقول لك لا قول كذا بدل كذا مش حلو ده لكن الانتباتي عبل حك بتضحك جدا كلنا يعني إنت بتضحك عليه؟ أنا بتحك أنا بتحك على أي حاجة أنا بتضحك جدا من أي إف حلو ولو في واقش وحش بينطاعد وانا واقف ما عندي إيش رحمة يعني بس إيه؟ ورح أقوله إيه الرخامة دي مكترم ليه بتعمل في نفسك كده؟